دعوني في البداية أهنأ الجزائريين وعموم العالم العربي بهذا العام الجديد فقد انقضى عام 2021 وها نحن في عام جديد نتمنى أن يكون عام خير على الجميع المعمول به والمتعارف أن الدول والمسؤولين دائما يهنئون شعوبهم بمناسبات مختلفة أعياد دينية أعياد وطنية سنوات جديدة سواء ميلادية أو هجرية وهذا الذي صار متعارف ومعمول به هذه المرة سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يخرج بتهنئة غريبة حقيقة من المفروض أن التهنئة دائما فيها تمنيات تمنيات للجزائريين والجنود والعسكر والضباط وغيرهم بسنة ملؤها التفائل وملؤها المحبة ونأمل لعام جديد يكونوا في أفضل حال وتكون الجزائر بخير وهذا هو لكن شنغريحة خرج خرجة أخرى بدل أن يهنئ العسكر هو وجه تهنئته إلى العسكر بدل أن يهنئهم بالعام الجديد وتمنى لهم موفور الصحة ولهم ولعوائلهم وكذا 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 من هذه الأمور المتعارف عليها والمسلم بيها ماذا فعل؟ خرج ببيان يشبه إعلان حر خليني نقرأ مثلا بعض المقطع المهم في هذا البيان حيث أنه بعد بمناسبة استعداد بلدنا الحبيب على غرار أمم العالم الأجمع لاستقبار السنة الملدية 2022 أنا أتقدم لكافة مستخدمية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين بأزكى التهاني وأصدق الأمان متضرعا للمولى العلي القديم أن يعيد عليكم وعلى أهلكم وذويكم السنين والأعوام بالخير واليمني والبركات مشفوعة بدوام الصحة والسعادة والهنم كان من الممكن يكتفي بهذا لكنه المهم بعد ذلك راح يشيد بما يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي من جهود مضنية في سبيل تأمين حدودنا الوطنية المديدة وتشبيت عرى الأمل والأمان عبر كامل ربوع وطننا الغالي وهي الجهود التي ألح دوما على ضرور تثمينها وتدعيمها بأعمال أخرى تتناسب وعظمة شعبنا وعراق التاريخ المجيد باعتباره أمة مكافحة لا ترضى بغير العزة والسيادة بديلا ذلك أن نبل المهمة التي نتحملها يستلزم منا جميعا على الدوام وعلى كافة المستويات يقظة وتبصرا بالتحديات المتزايدة التي تواجهنا على المستويين الداخل والخارجي وإيجاد السبل والطرق الكفيلة برفع هذه التحديات وكسب رهاناتها وهو ما لا يمكن بلوغه إلا من خلال تحضير قتالي جيد ومثالي تتزاوج فيه المناهج والبرامج التدريبية مع الإرادة القوية للأفراد في إطار قوام معركة متكاملة في المقطع الأول قدم تهنئة وهذا جيد المقطع الثاني تحدث عن الجهود التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وعلى المسئولية التي تجاهل كثير من الأمور والتي تخص الشعب وتخص الدولة وتخص الأمن الداخلي وما إلى ذلك وتأمين الحدود وهذه إذن هذه فيها إشادة بدور المؤسسة العسكرية الداخلي الدور الذي تجاوز مسألة الأمن بل أنه دور يتعلق به جانب كثير من السياسة وهي الآن إشادة بسياسة الجيش داخل الجزائر ثم نواصل ومن بين هذه التحديات التي يتعين رفعها أذكر مواصلة مكافحة فلول الجماعات الإرهابية التي لا يزال خطرها محدقا بالرغم من تمكننا من الانتصار عليها ودحرها وإرغامها على التخندق في ملاجئها البعيدة نهيك عن خطر الجريمة المنظمة المتعددة الإشكال وهي في حقيقة الأمر حرب غير معلنة يشنها أعداؤنا دون هوادة لعرقلة مسيرتنا الوطنية الواعدة وضرب استقرارنا ووحدتنا الوطنية يعني سعيد شنجريحة حتى في تهني أتعام جديد ما قدرش ينسى شوي نظرية المؤامرة قال أشوف بعد ما تحدث عن الداخل راحي الآن يتحدث عن الخارج ويتحدث عن التحديات فلول الجماعات الإرهابية ما زالوا يهضروا على الفلول واش دالوا لهم؟ رأنا انتصرنا عليهم وخلناهم يروحوا الخنادق بعيد يعني حوزناهم الدول الأخرى هذا ما انتصرش ما بقاش فلول انتم عندكم مدة وانتم تقولون فلول الجماعات الإرهابية في نفس الوقت يوميا تقبضوا عن الجزائريين بتهمة الإرهاب هذه ما هيش فلول هذه ماذا حدث بعد هذه كلمة فلول بدأوا يعودوا فيها في السبعة وتسعين أو ثمانية وتسعين على ما أذكر بدأوها من ثم من ثمانية وتسعين الفين وواحد وعشرين يعني راهي أكثر من عشرين سنة وانتم تعودوا في كلمة فلول وخلال هذه الفطرة راكم زدتوا حركة رشاد إرهابية حركة الماك إرهابية كم من معتقى الجزائري الآن أوقفته بتهمة الإرهاب أتدرون ما معنى تهمة الإرهاب معناها ارتباطه بجهة مدرجة في قائمة الإرهاب هل ما دمتوا توقفوا في الناس معناها ما زالت الناس تلتحق بهذه الجماعات إذن القضية ما هيش قضية فلول متى تكون قضية فلول عندما يبقوا بعض العناصر فقط ينقطع الإمداد ينقطع التجليد لتوقف أصلا عملية هذه القوائم أنتم من قبل في التسعينات ما درتوش قوائم الآن راكم تحذروا في قائمة الكينات والأشخاص فيها ناس وفيهم حتى سياسيين وفيها إعلاميين وفيها كذا كلهم إرهاب ومؤخرا وتحدثنا عليها البارحة الأمم المتحدة خمسة مقررين من مقررين الأمم المتحدة راسلوكم بهذه المسألة راكم بالغتوا في هذا الأمر راكم تستعملوا في هذه القضية ضد ناس ما عندهمش علاقة بالإرهاب ما دمتم تقول فلول إذن هذه الأشياء اللي تقوموا بها كل الآن هي راهي ما عندهاش حتى أساس ألا الجريمة المنظمة الجريمة المنظمة موجودة ولا يمكن القضاء عليها يمكن تقليل منها موجهتها ودائما تبقى تتجدد ولكن المسألة راه راح مباشرة الذين يتربسون باستقرارنا ووحدتنا الوطنية هكذا يقول يعني نظرية المؤامرة حتى في 2022 ما درت الشياشين جريحة تهنئة للعسكر عادية نتمنى لكم كل الخير مثل ما درتم في الفقرة الأولى وبعد ذلك وأحثكم على ضرورة العمل والصهر على أداء واجبكم المخول لكم دستوريا في إطار هذه المؤسسة التي نعتز بها وكل عام وأنتم والجيش الوطني الشعبي بخير والمجدور خلود وجهة الأربع كما اعتدتم ولكن هذا بيان حرب والجاية واللي قادم فيها أخطر من هذا إنما تعيشه اليوم منطقتنا الإقليمية على وجه الخصوص من حالة لا استقرار أمني مزمن هو مبعث آخر من بواعث تهديد لبلادنا لذا فإنني أشد على أيديكم للحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها كونها السبيل الوحيد لمجابهة أعدائنا الذين يدركون تمام الإدراك أننا لا ولن نتساهل مع كل من تسول له نفسه المساس بحرمة أرضنا ومقدرات شعبنا فلقد يأس أعداؤنا من إمكانية النيل منا وجها لوجه غير أنهم اليوم يحاولون تغيير تكتيكاتهم من خلال استخدام الفضاء السيبراني وشباكات التواصل الاجتماعي والحملات الإعلامية المضللة لمحاولة إحباط معنويات مستخدميننا وشعبنا وهو ما ندركه جيدا ونعمل على التصدي له وعليه يتعين على جميع الالتزام التام بالتعليمات الصادرة في هذا المجال لأنها السبيل الوحيد لإحباط مخططاتهم الجهنمية تجاه مؤسستنا العتيدة ووطننا المفد عجيب عجيب يا شنقريحة في تهنئة راك ارفعت الجاهزية العمليتية معناها راه أمر بالاستعداد للحرب يعني عام جديد الناس تنتقل من عام إلى عام من مفروض دينهم تهنئة ترفع لهم المعنويات تفرحهم كذا ما تعملهمش بيان تعلن فيه على رفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها معناها الاستعداد للحرب يعني العسكري مسكين هذا اللي يستعد العام الجديد ويتمنى فيه الخير اللي مشه متزوج راه يفكر يتزوج واللي يتفكر في حالة أخرى مباشرة تصدم بإعلان على أساس أنها تهنئة هو بيان حرب